هواوي تتصدر واجهة المخاوف الأمريكية من جديد تحذيرات من التجسس والحدود التي يمكن أن تطالها الشركات الصينية التكنولوجية والتي قد تمس الأمن القومي الأمريكي واجهته الولايات المتحدة بالحضر لتمنع بيع والشراء معدات الاتصالات التي تصنعها شركة صينية منها هواوي وزتي اي أعضاء الهيئة فرضوا بالإجماع قواعد جديدة لحماية البنية التحتية الحيوية وفق تعبيرهم الهيئة ملزمة بحماية أمننا القومي من خلال التأكد من أن معدات الاتصالات غير الموثوقة غير مصرح باستخدامها داخل حدودنا ونحن نواصل هذا العمل هنا قرر الهيئة لم يقتصر على التراخص المستقبلية للمعدات بل يحمل احتمالا كبيرا بإلغاء التصاريح السابقة والتي تعمل تلك الشركات على ضوئها في الولايات المتحدة هواوي وزتي اي وداهوا وهتيرا لم تدلي بأي تعليق حول قرار الحضر بالرغم من أنها كانت قد أكدت من قبل أن معداتها لا تستخدم لإيصال أي معلومات للحكومة الصينية إلا أن شركة هيك فيجين التي كانت على لائحة الحضر أيضا أكدت أنها ستواصل العمل ضمن القوانين الأمريكية هذا القرار لن يساهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي ولكنه سيكون أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات والمستهلكين الأفراد العلاقة بين البلدين وصفتها الولايات المتحدة على لسان خارجيتها قبل الآن بأنها منافسة لا يجب أن تتحول لصراع إلا أن القرارات الجديدة التي أطلقتها واشنطن لأول مرة تحمل اتهامات واضحة بمحاولة التجسس على الأسرار القومية الأمريكية ما قد يخلق توترا أكبر بين العملاقين الأمريكي والصيني إيفا عمر العربية